بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الحادي عشر من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتنائي بعنوان المكان المقصود بالمكان جزء محدد على الأرض صغيرا كان أو كبير يعني ممكن يكون دولة ممكن يكون مدينة ممكن يكون بيت المقصود بالمكان جزء محدد على الأرض صغيرا كان أو كبيرا صغير مثل البيت كبيرا مثل الدولة أو قارة أسيا أو قارة أفريقيا أو البحر الأحمر المكان جزء محدد على الأرض صغيرا كان أو كبيرا جزء محدد على الأرض صغيرا كان أو كبيرا المكان جزء محدد على الأرض صغيرا كان أو كبيرا كيف أحدد المكان بنحدد المكان عن طريق الخريطة وممكن عن طريق جوجل وممكن عن طريق البصلة وممكن عن طريق تقطعات أنا أقول مثلا أنا في شارع كذا تقطع شارع كذا في قارة أسيا في قارة أفريقيا شمال جنوب شارع غرب يقولي هل نحن في مدينة ذاتة شوارح واسعة هل نحن في منطقة صحراوية هل نحن في منطقة قبلية كل واحد هيكتب المكان الذي يوجد فيه يعني أنا مثلا معظم الناس هيقولوا نحن في مدينة ذات شوارع واسعة نحن في مدينة ذات شوارع واسعة طبعا نحن لو عزلنا عرف أنت فين بنعرفها بقى تقول مثلا أنا في مدينة جدة أنا في مدينة الإحساء أنا في مدينة نجران بنعرفها عن طريق الخريطة تروح الخريطة تلقى عليها المدن في خراية خراية طبعية مكتوب عليها القبال والمحطات وفي خراية عليها المحافظات والمدن وأسماء القرات ممكن سهلا لحنا نجيب أي شيء مثلا أنا نحن في مدينة ذات شوارع إيه واسعة أو اللي هيكتب بها يقول لنا في صحراوية أو هيقول لنا في إيه في جبلية أنا في مدينة جدة وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر ساحل أوي تعرف اللي جدة على البحر الأحمر تروح الخريطة تلقى موجودة طيب بعد كده في حاجة بعرف مكاني برضو حاجة اسمها العنوان للوطني عنوان بيتي عنوان بيتي هو رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه العنوان الوطني هو رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه مثل عنوان المدرسة أو عنوان المنزل أو عنوان المحل التجارة أو غيره العنوان الوطني رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه أعيش مع أسرتي وعزي لها في عنوان مثلا مثلا هيجي يقول لك كده شوف هنا هيجي يقول لك ايه هذا يقول لك رقم البيت لا رقم البيت دايما يكون اربع ارقام اسم الحي مثلا حي المربع حي الخبر الشمالية حي الجزاء حي كده اسم الشارع ها اسم الشارع اسم المدينة مثلا هنا الرياض وبعدين بيجيب لي رمز البريد رمز البريد اهو وبعدين الرقم الاضافي اهو للرقم الاضافي ده العنوان الوطني يجيب لك رقم المبنى اسم الحي اسم المدينة اسم الشارع رمز البريد وريق رقم اضافي كده اي حد هيعرف انت فين سكن في حي ايه وفي شرع ايه ورقم المبنى واسم الشارع وعرف كل شيء تفاصيل عن عنوانك يحدد الطلبة الوصف الصحيح للمكان انتو لا تقولوني بقى اسكان العنوان الاولان هو اللي صح ولا التاني واحد بيقول اعيش في مدينة الرياض وفيها قليل من السكان والمباني البنت اللي بتقول اعيش في مدينة مكة المكرمة وفيها المسجد الحرام ويأتي اليها ملايين المسلمين دي اللي صح دي ايجابيتها ايه صح هذه ايجابيتها ايه صح لكن الاجابة في مدينة الرياض قليل من السكان دي خطأ الرياض ده العاصمة فكثير جدا من السكان فهنا تحدد خطأ في وطني اماكن كثيرة جميلة تستحق الزيارة مثلها هكي يقول لي بقى اختار او اكمل في وطني اماكن كثيرة جميلة تستحق الزيارة مثلها اقول له واحد الاحساء جدة التاريخية واحد الاحساء جدة التاريخية دومة الجندل في الجوف ساحل البحر الأحمر في جازان واحد الأحساء جد التغرخية دومة الجندل في الجوف ساحل البحر الأحمر كده عرفنا المكان المكان ده مهمة جداً نعرفها الأول وتالي محدد على الأرض صغيراً كاناً أو كبيراً وتحدد مكانك أنت بتعيش في أي بيئة وبعدين بعد كده العنوان الوطني رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه رموز وأسماء لمكان محدد تسهل الوصول إليه مثلاً رقم المبنى اسم الشارع اسم الحي اسم المدينة ورمز مريدي ورقم إضافي هذه الحاجات التي طلبها في العنوان الوطني رقم المبنى يكون من أربع أرقام دايماً وبعدين اسم الحي واسم الشارع واسم المدينة التي تعيش فيها والرمز البريدي ورقم إضافي وبعدين قلنا من الحدد الصح الحدد الصح طلعت البنت دي لأني أنا بعيش في مكة وفيها المدقض الحرم ويأتي إليها ملايين السكان ملايين المسلمين وأني في وطني حاجة تستحق الزيارة واحدة الأحساء جدة تاريخية دومة الجندل في الجوف ساحل البحر الأحمر عرفنا المكان وعرفنا زي لحد العنوان الوطني وعرفنا إذا كنت تعايش في بيئة صحراوية ولا زراعية ولا جبلية ولا مدينة واسعة وبكده نكون خلصنا الدرس وعرفنا المقصود بالمكان وكيف أحدد مكاني عن طريق العنوان الوطني والمقصود بالمكان جزء محدد على الأرض الصغيرة أو كبير لا تنسوش تدعو لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته